طبعا هذا أيضا بحث رسالة علمية له وهو رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى وفقه الله وبحثها والبحث فيها ماتع جدا بعنوان جهود الصحابة والتابعين في تقرير العقيدة والرد على الفرق حتى نهاية العصر الأموي حتى نهاية العصر الأموي طبعا لا شك بداية الأمر كانت العقيدة صافية عند الصحابة ونقلوها كذلك من بعدهم ثم دخلت الفرق ونشأت الفرق وكان رؤوس الفرق المعروفة وقتها أول الفرق ظهورا الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية ونحوهم طبعا المراد ما هو جهود الصحابة والتابعين في تقرير العقيدة ما كانت جهود الصحابة في تقرير الاعتقاد الصحيح وما كانت جهود في ردها ولا عادية هذه الفرق القدرية من أولها ظهورا كيف كان موقف الصحابة من رد عليهم ونحو ذلك ثم ورثوا هذا للتابعين بعدهم وورثوا هذا وكيف تعاملوا معه البدع طبعا الإشكال وين كان أهل البدع قلاء المعدودون لا يؤبه بهم أصلا فلما يقال قاطعوا فلان يقاطعوه ولا أحد يلتفت إليه ما أحد يلتفت إليهم الوضع اختلف عندنا الآن صار يعني الأسف الشديد الالتفاة إلى كتب المبتدعة والتعويل عليها والرجوع عليها والأسف يصدرون كثيرا منهم في الإعلام المرأي الآن والناس يسمعون شيء من كما قال مع سلم قال تعرف وتنكر الآن صار ما ينكره الناس أو السامع أكثر مما يعرفه يقول ما هذا الشيء الجليل ليأتي به طبعا أخونا الحبيب قاموا أبرى الجودة الصحابة والتابعين حتى نحذو ويحذو الدعاء والمصلحون والعلماء حذوى الصحابة والتابعين في تقليل الاعتقاد وفي الرد على أهل بداع طبعا الكتاب من تالي فخيرنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عطلة فخية حماد المعايطة ومن إستارات الدر الأثرية